احنا كمسلمين شيخنا نؤمن بوجود يوم القيامة وأنه يوم الحساب ويوم العدل المطلق ما لا يؤمن بوجود الله هذا الملحد الذي لا يؤمن أصلا بوجود الخالق ولا بوجود الأديان كيف نقنعه شيخنا بوجود يوم القيامة؟ نقنعه بطريقة ذكية جدا هذا الكمال الخلق يذل على كمال التصرف قوم بالعين فيه مليون وثلاثمائة ألف مأخذ ضوئية بالشبكية التي وزنا ملي وربع الحالة صارت ولماذا يوجد عينتين؟ لأن البعد الثالث أنت بعين واحدة لا يوجد ضم إبري وتضع الخيط بعد ثلاثة سنطة عن الإبري بالتنتين في بعد ثالث صار العين ممكن ننضي فيها سنوات العين فقط والأذون والأنف والليسان والقلب بضخة بالضخة أربعة واثمانين سنة لا كلل ولا ملل الشعر ما في عصاب حس لو في عصاب حس بنعمل عملية حلاءة في المستشفى تقدير كامل مليار أي من جسمنا فقط بطعامنا بشرابنا بحياتنا الزوجية بأولادنا نقطة ماء حوين منوي لا يرى بالعين يرى بالمكبر بس وبويضة بويضة ترى بالعين لقح الحوين بويضة صار طفل فيه بدماغه مليار و أربعمائة ألف خلية عصبية استنادية سمراء بعينه بأنفه بأسنانه بعضمه نسيج عظمي نسيج جلدي نسيج لحمي القلب أو خصائص الكلي بمر فيها الدم باليوم بمئة كيلو متر بمشي فيها شيء مثل الخيال يمكن أن يبقى الإنسان بآيات الله في جسمه والله سنوات وسنوات حتى يرى بعين البصيرة عظمة الله عز وجل لذلك أنا أقول هناك عبادة هي أرقى عبادة على الإطلاق عبادة التفكر أساسها في القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أنا ماشي بالطريق ورأي مركبة أطلقت بوقة أنا بالنصف ماشي انحرفت نحو اليسار لماذا نحو اليسار؟ لأن الصوت وصل للأذن هذه قبل هذه وصل لليمين بداية قبل اليسار بمدة زمنية تساوي واحد على ألف وستمية وعشرين جزء من الثانية فعرفت جهة الصوت والله يا أخي فيه بالجسم البشري أكبر آية دالة على عظمته لقد خلقتنا الإنسان في أحسن تقويم سيدي والله شيء لا يصدق فيه جيش بالجسم الكريات البيضاء هذا الجيش غد إلى جانب القلب الكريات تدخلها تبقى سنتين تتعلم من هو العدو ومن هو الصديق والتخرج بامتحان تعطى عنصر صديق إن قتلته ترسب وتقتل عنصر عدو إن لم تقتله ترسب وتقتل فكل الراسبات أبيدوه المتخرجات تتولى تعليم الأجيال الصاعدة من الكريات البيضاء إلى نهاية الحياة يا سلام شيء يصدق أخوانا شكرا